اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعية والدكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة بحضور السيد أحمق كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تنور استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 حيث عرض السيد وزير المالية ملامح مشروع الموازنة موضحا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6% وتوفير فرص عمل جديدة تصل من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير وخفض نسبة العكز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من النتيجة المحلية مع تحقيق فائد أولي بنسبة 2% من النتيجة المحلية بل أضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من النتيجة المحلية وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والنعم الفئات الأولى بالرعاية وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة مع استمرار التنصيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد كمعرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019-2020 التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وتتضمن وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية السيد الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشاري إليها كما وجه السيد الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 كما ناقش السيد الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019 السيد الرئيس أشهد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية وفي ضوء قيام مؤسسة فتش الدولية التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الاقتماني في العالم برفع التصنيف الاقتماني لمصر إلى بلاس بي مع نظرة مستقبلية مستقرة الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل السيد الرئيس أشار إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوباته كان حتميا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين مواجها في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحموله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيدي محمد وزير الثقافة والصناعة بموريتانيا والمبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك سفير موريتانيا بالقاهرة السيد الرئيس رحب بالمبعوث الموريتاني طالبا نقل التحيات لأخيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومثنيا على ما قدمه من جهد ورؤية ثاقبة من أجل النهوض بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في موريتانيا على مدار السنوات الماضية كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين معاربا عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الثنائية والحيوية ذات المنفعة المشتركة للجانبين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن المبعوث الموريتانيين نقل إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس محمد ولد عبد العزيز مؤكدا المكانة الرفيعة التي تحبى بها مصر على المستويين الرسمي والشعبي في موريتانيا ومشيدا بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المتبادل بين البلدين والنقل النوعية التي شهدتها العلاقات المشتركة منذ الزيارة التي اطلع بها فخامة الرئيس الموريتاني إلى القاهرة في 2016 وأتبعتها زيارة شيخ الأزهر إلى موريتانيا في 2018 وما أكدته تلك الجهود من وجود رغبة متبادلة لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في شتى المجالات الثنائية ومواصلة التشاور والتنصيق بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الحيوية على الساحة الإقليمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية لسيما الأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر أدعم لموريتانيا في مواجهة الإرهاب وذلك في إطار الارتباط القائم بين الأمن القومي المصري والأوضاع الأمنية في منطقة الساحل مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة موسيقى موسيقى موسيقى